معي في الستوديو في ضيافتي اليوم حوراء فؤاد العمر 16 سنة وأخوها علي السجاد فؤاد العمر 9 سنوات برفقة والدهم الأستاذ فؤاد جودة أقول لكم مساء الخير في حديثي لهذا الله يحوظك مساء النور مساء النور عليكم يعني بداية أستاذ فؤاد أبدو ياك شون اكتشفت هذا المرض كم حالة عندك بالبيت كم طفل أنا عندي خمس أطفال وعندي بس حالتين بس حالتين في بيت واحد شون اكتشفتهم بداية نرحب بيكم قناة MBC العراق اللي تنقل هموم المواطنين واللي أعتقد قل القنوات اللي تناقلت هذا الموضوع اكتشفنا المرض أنه ما صاير يعني عندنا سابقا هاي الحالة اكتشفت المرض بحوراء اللي هي أول طفلة صارت عندي يعني بدت أنه يتغير شكلها حوراء شبيرة حوراء شبيرة طيب عمره 16 سنة 16 16 حاليا وعلي السجاج قل عمره 9 سنوات 9 طيب فاكتشفت الحالة بحوراء بداية عمره يعني بداية سنة أنه خمول لون وجهه يتغير فأخذت أكثر من دكتور ما شخصه هاي المرض فقالوا أنه تغذية سوء تغذية وما عرف شنو من هالأمور طيب بعدين أنه اتجهت للمستشفى ابن البلدي من دازني دكتور قال لي تروح المستشفى ابن البلدي أنه أكو تحليل هناك يشخص هذا الحالة طيب هذا المرض فمن رحت شخص هذا الحالة قالوا أنه حامل الصفة 300 ما عرف شنو الثلاثيمية سابقا طيب فقلت لهم يعني أنه إلي علاج ماكو مشكلة افتح فايل وإن له علاج قالوا هذا ما إلي علاج المرض وهذا يستمر رياه مدى الحياة مدى الحياة طيب بقت يعني أنه هذا الخبر شون تحملته شون تحملته والله تحملته بصدمة صلاح بمرض يعني تحملته بصدمة اليوم كل مرض وإلى علاج ترتاح نفسيتك أمي مدى الحياة يعني مدى الحياة لا يومين تبقى يعني حامل هذا الهم والألم بصراحة نهاريت يعني فتشي صار بيه مو طبيعي فسلمت أمري إلى الله سبحانه وتعالى أنه الإنسان المؤمن يبتله طيب بس يعني أستاذ فؤاد يعني من حسيت أو عرفت هذه الأعراض ما حسيت ابن دم يعني وغز ضمير تحديدا بأنه ما حللت هي القضية التحليل يعني قبل الزواج شوف أستاذ تحللت لو لا أنا أولا زوجتي مو أقاربي للمناسبة طيب وهذا ما موجود عندنا هذا سابقا يعني أنه أخوان الزوجة واخوات الزوجة ما موجود عندها هذا المرض فشي غريب عليه وهس العالم اللي تسمعني أكثر العالم اللي موجوده هس حاليا تزوج هم تعرف هذا المرض أحس ابن دم إذا أعرف بهذا المرض وما أبطل زواجي بس أنه ما أدري وبعدين صارت هذه الحالة ما أحس ابن دم لي أن بعد أمر حللت قبل زواج تاتوا حللت إنه تحليل الدم ما لأعلاقة بتحليل ثلاثيمية تحليل الدم المطابقة اللي طبيعي أني اعتبره إنه أكو دم بين الزوج والزوجة ما مطابقات فهذا حللته ودمنا اثنين ناثنين أنا زوجتي طبيعي